ومن أجواء زيارة عشوراء إلى تدوير أزمة الكهرباء على الجانب الآخر من الشأن العراقي وفي ارتفاع درجات الحرارة وذروة فصل الصيف أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية تعرض الخط الناقل صلاح الدين الحرارية حديثة جهد 400 كي في إلى عمل تخريبي وأكدت في بيان تفجير عبوات ناسفة على عدد من الأبراج تسبب بسقوط ثلاثة منها وتضرر وتقطع في الأسلاك في منطقة القناطر ضمن حدود صلاح الدين علما أن مكان العارض يقع في كثبان رملية وخارج خط الصد وغير محمية من القوات الأمنية بالرغم من المطالبات الرسمية ولأن خطوط الكهرباء متشابكة من صلاح الدين إلى البصرة فقد تسبب نشوب حريق في محطة كهرباء البكر في الأخيرة انهيار الأحمال في المناطق الجنوبية بالتزامن مع انهيار بالمنظومة الكهربائية يعود لوجود خلل فني في خط واسة 400 الرابط بين محافظات الوسط والجنوب